يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليورو شكله حلوة اوي 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 هتقول لي ما دطق بيها يا كريم دي كورة القدم الاوروبية غير والشكل غير هقولك لا ما كناش متفاقلين او بالدور الاول وقلنا الامور هتبدأ من ادوار القادمة يبقى فيها اثارة ومتعة لا من اول مباراة من اول مباراة من اول اربع مباراة حماس وروعة واداء ممتع واهداف غزيرة جدا تكلم في 16 هدف فاربع مباراة يعني معدل اربع اهداف في المباراة الوحدة ده معدل كبير اوي لو استمروا على كده هنشوف يورو تاريخي باهداف تاريخية وارقام قياسية متعة اه ما فيش مفاجآت لحد دلوقتي بس بعض النتائج ربما يبقى فيها مفاجآت يعني ايه يعني اسبانيا وكل وقت اسبانيا تكسب كل وقت يا ممكن بس 3-0 هحكي لكم الحكاية بتاعت المباراة النهاردة للمفرقش بس تعال اقول لك الاول الوضع ايه بالنسبة ليه النتائج مباراة المانيا كسبت مباراة قوي جدا امام اسكوتلندا بالنسبة للمانيا طبعا بخماسية مقابل هدف واحد والنهاردة اه بالمناسبة قبل ما اروح للنهاردة المانيا يا جماعة انا قلت كده مبارا حتى كتبت على موقع اكس انه نادرا ان لم يكن المرة الاولى اللي شوف فيها جيل جيل بحاله ممتع في المانيا يعني ايه المانيا العادي بتاعنا ما تقدمش كرة ممتعة كرة عملية الماكينات الالمانية معروف بس فيرتز جمال موسيالة توني كروس جندو جان ساني كيمتش اما كلمات عاكي دول لعيبة كرة حتى روديجر واحد من احسن مدفعين في العالم يعملوا لونج باس مانوال نوير اصلا عنده كرة لعيب يعني كوير فتتكلم في منتخب ممتع جدا جدا منتخب الالماني كسب مباراة خمسة مع الرقفة قدام اسكوتلندا النهاردة كان فيه برضو ثلاث مباريات رائعة جدا اول مباريات اليوم كانت مباراة جامعة سويسرا والمجر سويسرا قدرت تفوز بسلسية مقابل هدف واحد كوادو دوا سجل سويسرا في الديئة 12 الهدف الاول وبعد كده ميشيل بيتشر سجل الثاني في الديئة 45 وقلص الفارق برناباس فراجع للمجر في الديئة 66 وبعد كده انبولو سجل هدف الثالث لسويسرا في الديئة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضاع مباراة اخرى النهاردة كانت مباراة المنتخب الاسباني مع المنتخب الكرواتي مباراة غريبة جدا سنحكي لكم ليه بس اقولك الاول النتيجة كانت تلاتة لشيء للمنتخب الاسباني البارو مراطة سجل هدف الاول في الديئة 29 وبعد كده فابيان رويز نجم بريس سانجرمان سجل هدف الثاني في الديئة 32 واخيرا كربخال بطل دوري ابطال اوروبا سجل هدف الثالث للمنتخب الاسباني في الديئة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضاع من الشوط الاول ليه بقولك النتيجة غريبة شويتين كرواتيا على مستوى الارقام في المباراة دي ارقام احسن في كل شيء من المنتخب الاسباني على مستوى صناعة الفرص على مستوى الاهدف المتوقعة على مستوى الهجمات الخطيرة الضربات السابقة كل حياة كل حياة كرواتيا تفوقت بس ما يدرش تسجل ولا هدف وكان ليه ضرب الجزاء وما سجلتهاش برضو كرواتيا يعني اللي يشوف النتيجة يقول اسبانيا اكتسحت كرواتيا على مستوى الاداء لكن الحقيقة ان كرواتيا لعبت مباراة افضل من المنتخب الاسباني ولكن المنتخب الاسباني كان عنده نجاعة كبيرة جدا في تسجيل الاهدف فانعايز اقول لك الاكس جي او الاهدف المتوقعة للمنتخب الاسباني في المباراة دي كان 1.2 يعني سجله هدف اتنين بكتير اوج هم مسجلين تلاتة نجاعة مرعبة اداء ممتع جدا للمنتخب الاسباني على مستوى النجاعة في تسجيل الاهدف لكن على مستوى الاداء كرواتيا كانت افضل يعني طيب مباراة اخرى كانت مباراة المنتخب الايطالي والمنتخب الالباني ومنتخب البانيا سجل نديم بايرمي سجل الهدف الاول لالبانيا في الثانية عفوا مش في الديئة في الثانية 22 اسرع هدف في تاريخ اليورو اسرع هدف في تاريخ اليورو بس بعد كده ايطاليا ضدت في ربع ساعة بهدفين الهدف الاول عن طريق المدافع الرائع جدا بستوني مدافع انتر واحد من احسن مدافعين للعالم في الديئة 11 بعد كده باريلا ايضا لعب الانتر سجل الهدف الثاني لايطاليا في الديئة 16 في ربع ساعة كانت مخلص ايطاليا هذه المباراة وتافادت مفاجآت المنتخب الالباني على فاكر المنتخب المانيا كان متصدر مجموعته في التصفيات الاوروبية كانت مجموعة قوية يعتبر فيها بلجيكا وفيها بولندا كان متصدر عشان بس الناس متخيرين هو منتخب كان ضعيب جدا مكنش مفجود ايطاليا تتعم معا النهاردة كده لكنه منتخب كوي جدا وعمل مفاجآت في التصفيات مش طبيعية طيب بكرة لاحد ان شاء الله الجولة الاولى وكل سنة وحضراتكم طيبين اول ايام عيد الاطحى يا رب ان شاء الله كل ايامكم عيد وسعادة باذن الله فاول ايام العيد في اليوروب بولندا هتواجه هولندا ساعة اربعة وسلوفانيا هتواجه الدنمارك في الساعة السابعة واخر مباريات اليوم انجلترا وسربيا الساعة عشرة مساء والواحد متشوق جدا يشوف المنتخب الانجليزي المنتخب الانجليزي يا جماعة مرعب جدا على مستوى الاسماء بتتكلم في هاريكين بتتكلم في ساكا بتتكلم في فودن بتتكلم في بيلينجهام بتتكلم في بالمر اللي بيجي على ذاكرتي كلهم اسماء جامدة جدا جدا انت طبعا غير ووكر وارنولد غير تربييه غير تموري اما كنمك بيكفورد في حراسة المرمى غير البودلاء في دينجل هان رايز كمان جامد جدا فتشكيلة خطيرة انجلترا خطيرة طبيعي يعني اقوى تشكيلة في اليورو اقوى تشكيلة في اليورو بعد فرنسا هو هجيها فرنسا في حتة تانية ويجي بعد كده انجلترا والمانيا المفروض يبقوا في حتة بعيدة في اليورو المفروض يعني